ويدخل المساحة ولا يا فندم الحكومة لازم تفكر خارج الصندوق الحكومة لازم تفكر خارج الصندوق لان الشاب مستوى نفسه في الحتة المهمة جدا اللي بنتكلم فيها دي حينما بيكون راجل حطته في مكان مناسب ماينفعش مثلا محافظة بانسويف الراجل ده الرئيس ده له تكليف بمية محطة مياه معالجة سياسية وهو أستاذ هذه النوعية من محطته دي معالجة المياه الصرفة خطيرة جدا هجا نقلوا محافظة تانية ليه ما تسيبه يكمل هتنقلوا ليه ما تسيبه يكمل فهنا بقى نرجع نقول المسؤول الحكومي هندي مثال بالصين بيجي بيقول لو أنا هتديك همسكك محافظ أو وزير اعمل لي سيادتك برنامج زمني يومي بالشغلة زي ما بندرسها لتلمزلنا في البروجيكت منجمنت بكرة في ايه اعمل ايه طب لو سيادتك ما نفزتش حضرك بحسبك عالفات كله وبحسبك كل ثلاث شهور أمام الشعب مجلس النواب ده لازم تقدم لي كده مصطر بلان في الاول بتعمل ايه ثم بتعمل لي النهاردة خطتك كاملة باليوم هعمل ايه اجي لك كل شهر اسألك انا بقى نايب الاسبوع ده مش حضر لكم التفروض تعمل النهاردة محطة معالجة مية الصرف الصحي مش مشكلة مصرف الرهاوي اللي بينزل فيه اتنين مليون متل مكعب ويسايدينه ايوه انا اذكر في لجنة اسمها لجنة المياه ايوه هذه اللجنة دي اللي مفروض بتتبع وزارة الصحة ادارية اما تيجي النهاردة اللجنة ليش انتدق بمشكلة في منشية الاناطر المية المية الجوفية اصبحت وصلت للدور التاني في المساكن خبر احنا بنتكلم بقى ربط اني لين لا تعالى بقى شوف نهر رشيد نهر رشيد النهاردة ان اصبح النهاردة اللي فيه مية غير صالحة للزرع مش للشرب نتيجة ايه الملوسات فيه اه لما نسبة الامونية عدت سبتين في المية قلت له انت مسؤولك اللجنة احليلي مشكلة القرية دي ده اما تعمل لهم محطة المعالجة السلسية نفضل نتحاور ونتداور وكلام من ده وما سيكت كشفهم كده ليه فيه ناس مجدية والباقي كان لان الباقي كان جاي ايه بقايا اياه عدلوا نفسكو اول ما النهاردة تكاتفت الحكومة مع مجلس النواب في هذا الامر اتوافق على المحطة فاحنا عايزين الارادة الارادة النهاردة من جيش الموضوع بقاله عشر خمساشرة سنة الارادة ونكون على ارض الواقع انت النهاردة بتقول لي الميا وهزرع هزرع ازاي اذا كان غيرك سايب اتنين مليون متر مكعب يومي الله تعمل ايه فالنهاردة لازم النهاردة ما جيش النهاردة وزير بقاعد يحلم لي بموضوع المخلفات يا عم اعمل لي بايلوت بروجيكت بس خلاص لي حاجة بس اعمل لي حاجة واحدة بس اصبط لي حاجة الاول وهو ده فكر الرئيس وريني حاجة على الارض تبين لي كرامة يا استاذ لكن النهاردة نفضل في مؤتمرات وندوات واجمع للخبراء واللي قاعد يكسب مين قاعات الاحتفالات والفنادق والحاجات دي والكلام ده لا طبعا الكلام ده كلام ده حدر مال عشان اللي كاي تنهض الامة لازم القضاء على الفساد احنا ترتبنا ايه بقا في مؤشر الفساد على مستوى العالم من ثلاث سنين كنا التسعة وتسعين ايو على مستوى العالم السنة اللي بعديها مية وتمانية السنة دي بفضل كده يعني ادقنا وامنتنا بقى كمواطنين اهو مية وتمانتاشر فمش قصة الالو في الصورة الفساد في الراس وكلا معلش الفساد من اول ايه المواطن فانا عايز نعمل منظومة الشفافية ان بحيث بقى مش اللي بيقولك الدول بقى شي شو بقى ثقافة المصري ميرميش النهاردة كيزة المخلفات في الشارع حب بلدك حب بلدك بحاجتين باننا النهاردة كقدار الدولة اديله النهاردة حقه اديله النهاردة مش قاعد عايزة اضم الاقتصاد غير رسم عشان اتباحه في الضرائب يعامع معالجه ويعمل ويعمل اللي عليمه برضو حدرتك ما بيعملش اللي عليمه حاجات كتير يعني الكلام ده سليم جدا بس حضرتك احنا في قوانين كتير بتبقى موجودة احنا وفي قوانين صغيرة في قوانين صغيرة الشعب بتعب منها قانون بنعمله حاجة الناس دي حكت قانون الحارس العقار يا ايه حارس العقار مهم جدا مسائل غير في الهمية غير في الهمية طبعا احنا بنباصل الناس يا جماعة مش كسط كده خالص حارس العقار ده بيجي لحظيك من اطراف البلاد سواء دلتة او صعيد او غيره الراجل ده يقدر يدخل ابنه مدرسة مالوش محل اقامه مالوش مسكة لما اجر ولا مالك مش هيتعليك حق اضاع كمان اقدر حزبه اقدر اقوله صحيفة سابقك فين ابدا اذا انا لتطوير الادارة المحلية يجب مش فساد المحليات لا في ناس محترمة في المحليات 2011 اثناء ما كانت الصورة وما بعد الصورة من فساد كان بتجيلك حنفية المية فيها مية في الصرف الصحي بتاع سيتك شغال وكانت الشوارع بتزبله وانتوا قاعدين في الميادين والناس بتشيل هم دول محليات فهنا النهاردة انا حرس العقار ده بضمن لك حوءك وبضمن امان الناس واطور ونظف بلدي والنهاردة يبقى شكلنا الحضاري مزبوط